اشتركوا في القناة كتعرفوا بأن هذا النظام ديال السيادلة فيه السيادلة ديالجنوب السيادلة ديال الشمال فيه أيضا السيادلة اللي كيشتغلوا في القطاع ديال توزيع وهذا وتصنيع وكان السيادلة ديال الإحيائين لابا الآن كان واحد الوضع كان واحد الفراغ انتخابات كان خصت تعمل ما تعملت في وقتها طبيعي في الفترة ديال الكوفيد وفي الفترة اللي كانت المراسيم ديال الكوفيد كان ممكن تفهمه لكن الآن حكومة يجب أن تتخذها مجموعة من القرارات من بينها هاد المشروع بمرسوم اللي اشتغلت عليه هذي مدة فهذا المشروع الآن هاد المرسوم بقانون الهدف منه هو انعملوا انتخابات في الوقت باش تكون عندنا واحد المخاطب اللي لانه هاد الناس هادوا فهم يدروا المجلس الوطني من كل هيئة هيئة باش تلقوا واحد المخاطب اللي خرج من صناديق يعني خرج من عملية انتخابية ديمقراطية واللي يتحمل المسؤولية ديال تدبير هاد القطاع الى جانب طبعا الحكومة ويكون واحد الحوار مشترك الموضوع اللي اشترتي ليه تكتكلم على المرسوم رقم جوج 13 852 هو الذي المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا او المستوردة العموم متى تمت المصادقة على هاد المرسوم تمت المصادقة عليه يوم 18 دجمبر 2013 هاد الحكومة منين بدأت تشتغل على الورشد الحماية الاجتماعية كان واحد من الهواجس اللي شغلت هاد الحكومة هو كيف يمكن ان نحافظ على ديمومة الصناديق اللي غتمول الحماية الاجتماعية باش نحافظو على الديمومة خصنا نتحمل ونتحكمو في التكاليف شن هي التكاليف هي الأسعار ديال الأدوية هي الهواميش الى غير ذلك عملنا واحد الدراسة لدراسة جديدة واخدنا فيها مختلف العناصر اللي يمكن انه تكون واحد المقاربة جديدة لهذا الموضوع لان احتمنا كتقرار تقرار ديال المجلسة على الحسابات نتبلش كتلعت عليه كتكتشف الملاحظات هذا عمل اشتغلت عليه الحكومة هدي شهور دراسة واجدة قمنا بها ودرنا واحد الدراسة مع مجموعة من الدول اللي عندهم واحد الأنظمة في تدبير هذا الملف اللي هي أنظمة مفيدة جدا على المستوى البيداغوجي نستفدو منها فيها مجموعة ديالتحسينات لكن كيفاش غيرت نزل واحد الخطة وانت ما عندكش المخاطب من المهانين هذا على جهة هذا المشروع هذا المرسوم بقانون نخرجه هذا نقلسه مع المهانيين وان شاء الله هذا التصور في يعني الأهداف اللي تينشدها هو أنه نتحكم في هذا التكاليف واني كنتكلم على التكاليف راني كنتكلم عليها بشكل بشكل يعني عام على الجامع للحكومة على الصناديق على المواطنين باش نقدره في المستقبل طبعا أننا نضمنوا واحدة ديمومة لهذه السناديق اللي كد تمول ورش موسيقى